لما تكون أحلامك أحلام كارتون من الصعوبة أن تتحقق ومن هاي الأحلام الفوز بوظيفة حكومية وظيفة الكل يريدها بوقت السؤال الأهم لا يزال قائم هي مؤسسات الدولة تقدر توظف كل الخريجين؟ بحسبة بسيطة رح نشوف الموضوع صعب ومعقد طبعا هنا رح يجي الشاب يقول لعد شلو نعيش والقطاع الخاص وضع معلعل وماكو ضمانات وانشلون أشتغل ووفي احتياجاتي بالحقيقة كهواي اختيارات أخرى ممكن يصير منها اختيارات ممكن شاب يصير هو مدير نفسه وصاحب مشروعه ويأسس النفسه نقطة انطلاق حقيقية كبديل أفضل ربما من التعيين وبأفكار خلاقة وحرة وطليقة ما حد يحجمها ويقيدها ويحول أحلامه إلى حقيقة ملموسة على أرض الواقع وهو يدول حول العالم اكو شباب صاروا أصحاب مؤسسات عملاقة لوحدهم باستخدام الفضاء الإلكتروني وحققوا أحلامهم طموحاتهم وشبابنا هنا ترهم يخبرون وهم يمثلون بالنسبة الأكبر بالبلد وقسم منهم قدروا يفتحون مشاريعهم الخاصة وينجحون بيها ويحققون واردات مالية جيدة كافحوا بوجود الفضاء الإلكتروني المتاح للجميع اليوم رح نشوف هاي الأمثلة عن شبابنا المميزين ونعرف شلون ممكن إيجاد بديل بعيد عن حلم التعيين ونعرف امكانيات تحقق مشاريع الإلكترونية خاصة ونستثمر قدراتنا ببداء الواقعية مو بأحلام كارتون اليوم في حديثي لهذه الليلة بس رح نشوف هذا الفيديوغراف وأرجع لكم اشتركوا في القناة